مارس الكولر حسم الجدل ناس كلها بتقول ان الشناوي مش هيلعب المباراة مباراة القطن الكاميروني على ضوء ما يقدمه من مستوى متراجع في المباراة الاخيرة فالناس توقعت ان علي لطفي ممكن هو اللي يبقى اساسي في هذه المواجهة مواجهة القطن الكاميروني لكن مارس الكولر حسم الأمر محمد الشناوي هو حارس مرمى النادي الآلي في مباراة القطن الكاميروني وانا اقايد جدا هذا القرار هتقعد الشناوي هتخسر الشناوي لما هو قادم هتلاقى بعيد لطفي في ظروف صعبة زي دي ممكن تخسر كمان علي لطفي فتبقى الامور تتوتر اكتر وانا مش شايف ان الشناوي او محمد الشناوي كارث لا او محمد الشناوي في المباراة الاخيرة له بعض الهفوات وايضا يطالك جدا في كثير من الكرارات الاخر فانت هو مش في اسوأ احواله هو بس المشكلة انه الاهلي في بعض المباراة طريقة لعب مارس الكرة بيضغط ضغط عالي بكل اللاعبين فيبقى في المساحات فيبقى فيه اخطاء دفاعية وبالتالي بيبقى غالبا فيه اخطاء من حارس المرمى اللي هو محمد الشناوي اه صحيح انه الكل لما يغلط الكل لما يغلط في الاهلي هيبقى محتاج حارس مرمى يشيل الاخطاء دي كلها محمد الشناوي هيدي المشكلة او مشكلة جميع النادي الاهلي معاه في الفترة الاخيرة انه اه ممكن يبقى فيه مشاكل دفاعية بس عايزينك بقى لن يبقى فيه مشاكل دفاعية تشيل انت ما بيشيلش في بعض الاوقات عشان هو كمان بيشيل كرات خطيرة ايضا عشان كده محمد الشناوي هو اللي هيبقى موجود فيه مباراة القطن الكاميرو طيب ده بالنسبة لمحمد الشناوي